ترتفع معدلات الفقر في العراق فتتصعد معها نسب التسرب من التعليم وكذلك عمالة الأطفال تقارير حقوقية حديثة تؤكد أن أكثر من مليون طفل عراقي في سن الدراسة يعملون لمساعدة عائلاتهم التي تعاني نتيجة الفقر واستمرار نزوح القسري الناجمين عن تفشي الفساد وسيطرة المحاصصة الطائفية على المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد وبحسب مصادر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن نحو 30% من الأسر العراقية لديها أطفال يعملون في مجالات مختلفة لقاء أجر يومي الأمر الذي يشير إلى انخراطهم في وظائف مؤقتة ومنخفضة الأجر بالإضافة إلى انخراطهم في الخدمة المنزلية وأعمال البناء ويشير ناشطون حقوقيون في العراق إلى أن الأطفال المتسربين من التعليم يتورطون كذلك في أنشطة غير قانونية مثل السرقة والتسول وبيع المخدرات بل إن بعض هؤلاء الأطفال يتعرضون للخطف على أيدي العصابات الإجرامية التي تستغلهم في جرائم الاتجار بالبشر في حين يؤكد الناشطون أن كثيرا من تلك العصابات الإجرامية تتلقى دعما من أحزاب وميليشيات وجهات متنفذة في الدولة مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد أن الفشل الحكومي في توفير حياة كريمة للمواطنين وخدمات أساسية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء وكذلك الفساد المتفشي في مفاصل الدولة والذي نهبت مقدرات البلاد من خلاله وتغول الميليشيات بنفوذها لتسيطر على السياسة والأمن والاقتصاد في البلاد كل ذلك يجبر عائلات كثيرة على دفع أطفالها نحو سوق العمل في ظل غياب التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بحماية الأطفال وعدم تطبيق المتوفر من تلك القوانين من حماية أطفال العراق الذين يمثلون مستقبل الوطن وحلومه في التقدم والتنمية